قبل البدء في الفيديو نرجو من المشاهدين الكرام دعمنا بالاشتراك بالقناة لتحفيزنا على تقديم الافضل ان شاء الله هذا اشهر جامع في الاندلس كان يعد ثاني اكبر جامع في العالم بعد المسجد الحرام واليوم تحول الى كنيسة نشوف الجامع من الداخل ما ادري كيف اصف لكم مشاعري خنقتني العبرة دمعت عيناي هذا جامع قرطبة فخر جوامع الاندلس كانت تقام في الصلاة خمسمائة عام واليوم تمنع حتى من السجود فيه لا حول ولا قوة الا بالله اين المصلين؟ لم يكن مجرد جامع او مسجد كان منارة من منارة العلم في العالم الاسلامي كان يضم سبع وعشرين مدرسة يرتاد يوميا اكثر من اربع الاف عالم وطالب علم واليوم كنيسة الله الله لو يعود بنا الزمان ونرى المصلين مصطفين خلف الامام طلاب العلم حول هذه الاعمدة في جامع قرطبة اكثر من الف عمود رخامي جلبوها من شتى اقطار الارض والعرب هم اسياد المقرنصات قرنصات هذه الاقواس فكرتها توزيع وزن السقف القبابة الضخمة على الاعمدة الرخامية فن وعمارة اجبرت العالم على احترامها لم يتوقف الابداع في جامع قرطبة على هندسة البناء بل ابدعوا ايضا في هندسة الاضاءة في النهار عالجوا الاضاءة عن طريق هذه النوافذ الكبيرة وفي الليل عالجوها عن طريق هذه القناديل عددها اكثر من 4700 قنديل وبحسابات رياضية معقدة عالج الصوت ايضا كان الامام يقرأ في الصف الاول ويسمعه من هو في الصف الاخير مساحة المسجد الضخمة جامع قرطبة سجل لابداع الامة اجمل ما سترا في جامع قرطبة هو هذا المحراب الرائع تفاصيل البناء مدهشة بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون بعد سقوط قرطبة حول الجامع الى كنيسة هذه الكنيسة مبنية في قلب الجامع حيث المساجد قد صارت كنائسة ما فيهن الا نواقيس وصلبان حتى المحاريب تبكي وهي جامدته حتى المنابر ترفي وهي عيدان في البداية كان جامع صغير الى ان دخل الاندلس سقر قريش عبدالرحمن الداخل فامر ببناؤه بشكله الحالي تعاقبت عليه التحسينات والترميمات حتى عهد الحاجب المنصور يعد معلم جامع قرطبة من اهم المعالم السياحية في اسبانيا يدر عليهم الملايين سنويا لا تنسى وضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك جديدنا ان شاء الله